أمره هو دعم إدارة النادي الأهلي لجمهورها دعم لا يتوقف ونفس الحال دعم جمهور النادي الأهلي لناديه دعم لا يتوقف هي علاقة العائلة مع بعضها لما بنتكلم عن جمهور النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي زي ما بقوله إيد وحدة هي عائلة وحدة وزي ما احنا شايفين دي كانت في مباراة الأهلي ببرامدز السنة الفاتف الدوري الإدارة لا تخز الجمهور مهما كانت الأمور ووصفوا علاقة الجمهور بالإدارة كانها العائلة هو ده جمهور النادي الأهل العظيم اللي احنا دايماً بنقول عليه دايماً اللاعب رقم واحد الجمهور المساند جمهور النادي الأهل يا جماعة بيدفع من جيبه كتير وبيتحمل كتير علشان يكون وراء فريقه في كل ملاعب مصر سافر برج العرب يسافر السويس يسافر أي مكان تروح السلام تروح السنة القائرة جمهور النادي الأهل دايماً وراء فريقه كمان بتتكلم فيه الأوقات المهمة نهاية أفريقيا أو قبل نهاية أفريقيا أو قبل أي مباراة مهمة بتشوف الاستاذ بالشكل ده وتشوف عظمة جمهور النادي الأهل بتشوفه في مباراة العين وكمان أثروا على الفريق لما بتلعب في أفريقيا بتلعب كاس العالم الأندية في الإمارات ولا في السعودية ولا في قطر بتلاقي جمهور النادي الأهل اللي بدأ دلوقتي علشان كاس العالم بطولة الكارات السلاس بطولة الانتر كونتيننتل هتشوف جمهور النادي الأهل في قطر فهو ده جمهور النادي الأهلي إدارة النادي الأهلي لن تتوقف عن دعم جمهورها أنا هقول لكم مثال بصير التسكرة تمن التسكرة اللي هي تمنى خمسة وسبعين جنيه التسكرة دي بتتوزع إزاي هل بيدخل منها عائل للنادي الأهلي لا ما بيدخلش منها عائل شوف النهار دي التسكرة دي القيمة الأكبر بتروح لشركة تسكارتي فيه طابع شرطة فيه طابع شهداء شرطة فيه ضريبة قيمة مضافة حوالي 14% دي كلها تمن التسكرة النادي الأهلي مش مستني من جمهوره أي عائل ده بالعكس النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي بتدعم جمهورها في أوقات كتير زي شوف السنة اللي فاتت موقف مباراة الزمالك بعد انسحاب الزمالك أمام الأهلي والناس كانت تشترط التذاكر من على السيستم النادي الأهلي رد قيمة التذاكر لجمهوره وأيضا جمهور الزمالك طيب شوف في مباراة الأهلي وبيرامدز لما إدارة بيرامدز مش عايزة جمهور النادي الأهلي يروح وغلت قيمة التسكرة النادي الأهلي عمل إيه؟ وإدارة النادي الأهلي عملت إيه؟ اشترت حصة النادي الأهلي من جمهور الدرجة التالتة ووزعتها بالمجان على جمهور الأهلي هو ده جمهوري الأهلي يا جماعة وهي ده إدارة الأهلي الإدارة لا تخز الجمهور مهما كانت الأمور العائلة هي ده العلاقة العلاقة اللي دائمة بين الإدارة وبين الجمهور شف النهاردة وده حق الجمهور لما النادي الأهلي بيوفر المواصلات ولتوبسات علشان جمهوره يروح مرتاح في درج العرب علشان يشجع ويكون معاك أمن النادي الأهلي يوفر أي حاجة أنت محتاجها هو ده العلاقة وهو ده جمهور النادي الاهلي وهي ده إدارة النادي الاهلي لتنين واحدة علا واحدة لما بتتكلم عن سر نجاح الاهلي وهو ده اللي بقول الكابتن محمود الخطيب دايما سر نجاح الاهلي دايما في جمهوره الجمهور المؤازر الجمهور المساند الجمهور على الحلوة وعلى المرة جمهور النادي الاهلي عظمته مش لما بتكسب بطولة ولما بترفع كاس جمهور النادي الأهلي عظمته لما بياخد إيد اللعيبة وإيد الإدارة وإنت واقع ومحتاج حد يسندك ويطبطب عليك ويقف في ظهرك هو ده جمهور النادي الأهلي وهي دي عظمت جمهور النادي الأهلي طيب خلونا نروح لفاصل سريع بعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مرة تانية عشان نتكلم عن المباراة المهمة النهاردة مباراة الأهلي أمام أستاذ أبي جان